بسم الله الرحمن الرحيم ينزل قطير للناس اللي بتصعى تصلي الفجر جنب السريري واتنام تاني قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيف البخاري وفي مسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممتوا أن آمروا الصلاة فتقام ثم آمروا رجلا ليصلي بالناس ثم آمروا بحطم فيحطب ثم انطلقوا مع رجالهم ومعهم حزموا من النار فهو خالفوا الأقوام اللي يشهدون الصلاة في جماعة فوحرق عليهم بيوتهم يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم سأما الناس اللي تستسقل لها تروح الجامعة في الصلاة الفجر منافقين مش كلا هو بس وهم من يوحي حرق بيوتهم طب إيه اللي منعهم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لولا ما في البيوت من النساء والذراري لخالفتوا لأقوام اللي يشهدون الصلاة في جماعة فحرقتوا عليهم بيوتهم والإنساء والأطفال الذين مهمش في ذنب لكنت روحت للناس دي ويوتها حرقتهم ده مشكلة وبس ده الصلاة لا تقبل في كثير من الحديث صحيحة أقول لحدكم بعضها القليل منها روى أبو داود في صحيحة من سمع النداء فلم يمنعه من أن يأتي عذر فلا صلاة له وفي رواية أخرى لم تقبل منه الصلاة التي صلاها لم تقبل منه الصلاة لم تقبل منه الصلاة ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وشوف هذا الحديث الخطير ده راهو الإمام التبراني وصحاه أحمد شاكر لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لا أجابوه وإنهم لو دعونا إلى هذه الصلاة في جماعة فلا أتونها ولقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أضرمها عليهم نارا وإنه لا يتخلف عنها إلا منافقة يبقى علامة النفاق أنك تكسل وتستسخل السؤال لأن ربنا يناديك وما تروحش لو إنسان ضعيف شوفوا الحديث اللي لسألوك ودواتي بتعب تبراني الرسول يقول له عرق أو مرماتين إلا واحد عمل وليمة ولحمة وفتة الناس ستجي تجري وربنا يناديهم يبقى أنهم يفضلوا هذا الشخص والفضل للأكل على ربنا لأن هذا كفر وشرك لذلك روية لما حديث معازل أنه يسأل جفاء والكفر والنفاق من يسمع نداء الله فلا يلبه سيدنا أبو مريرا بيقول لأن تمتلئ أذنه ابن آدم رصاصا مذابا لأن تمتلئ أذنه ابن آدم رصاصا مذابا خير الله من أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيب حتى إمام التابعين سعيد بن وسيد قال في قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن الساكن ويدعونا للسجود فلا يستطيعون قال قد كانوا يدعونا إلى السجود هم سالمون قال كانوا يسمعونا حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيبون طبعا أنا مش هريد أن أطول عليكم أكتمكن الله كان ممكن أن أقول لكم أدو دولتو دعش من مرات فتقل الله سبحانه وتعالى لأن الرسول قال لم تقبل منه الصلاة والتي صلاها في كثير من الحديث الصحيح وعرفين معناها إيه كلام ده الرسول عليه الصلاة في الحديث أول ما يحاسب عليه العبد ومقامه الصلاة إذا صلوحات صلوحة العمله كله وإذا فسدت فسد العمله كله طب جاوبون أنتم صلاة غير مقبولة كيف تصنف صلاة صالحة أو غير صالحة صلاة غير مقبولة إذا صلوحات صلوحة العمله كله وإذا فسدت فسد العمله كله هل الصلاة غير مقبولة صلاة صالحة أو غير صالحة إذا ستصنف أنها غير صالحة والعمل يبنى عليها إذا العمل كله مصيبة كبيرة جدا تصلي الفجر وتسمع الأذان وتصلي جنب السيل والتنين طبعاً للذين ينام والأذان شغاله ويفضلناه من الغد تطلع الشمس هذه كبيرة من الأكبر الكبائل لأن الشيطان باله في أذنه خيراً أتكلم عن الناس الذين تتخازل ولم يردون أن ينزل لصلي الفجر في الجامع هذا عبدالله أم مكتوم قال له يا رسول الله كبرت سني ووهن عظمي وعامي بصري ومعي غلامه لا ولائمه إذا تجد لي رخصة في صليه في بيتي قال له تسمع أذنه قال نعم قال لا أجد لك رخصة لا تشو رخصة فابتقوا الله قال ابتقوا الله قبل فترة الأوان وقبل ضايع العمل